تصادف هذه الأيام الذكرى الثامنة لتدشين مزار الطباوية ماري ألفونسين المقامي في كنيسة انتقال السيدة العدراء للاتين في الصلط حيث خدمت ألفونسين في أول مدرسة في الأردن لمدارس البطرياركية اللاتينية لمدة سنتين وكان أقيم احتفال كبير بهذه المناسبة لتدشين المزار عام 2016 برعاية البطريارك فؤاد طوال وحضور شخصيات دينية ورسمية وعامة وجموع غفيرة من المواطنين وبهذه المناسبة المباركة نستذكر القديسة ألفونسين ورسالتها وخدمتها الصامتة التي قضتها بمحبة وإيمان ورجاء وتخليدا لما قدمته القديسة ألفونسين من خدمة لمدينة الصلط وكنيستها والتي تميزت بالحب والتواضع والبذل والعطاء فقد قامت الدكتورة بعسيمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين بإعادة ترميم هذا المزار على نفقة عائلتها الخاصة